اشتركوا في القناة تكبال الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الرجراغي الذي استطاع في زمن القياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية ويسام الهرش درجة قائد بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية أدى الفريق الوطني منافسة بطولية اللاعبون السيد غانم سيس محترف بنادي بشكتاش تركي ويسام العرش درجة ضابط تكريم الملكي لعميد الفريق الوطني غانم سيس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق الوطني سيد ياسين بونو محترف بنادي افسي سيفي الإسباني ويسام العرش درجة ضابط حامي عارين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال ثلاث مباريات أرقام قياسية عديدة دخلت سجل لمفاخر النخبة الوطنية السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باغيسان جغماء الفرنسي ويسام العرش درجة ضابط أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له ألف حساب وجدار منع انكسرت أمامه كرات الخصم اتباعا وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله لنصره الله السيد ناصير المزروي محترف بنادي بايرن مينيخ الألماني ويسام العرش درجة ضابط ناصير مزراوي دراع آخر من أدرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سينفونية مجد كرة القدم المغربية السيد سوفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي ويسام العرش درجة ضابط وسط الميدان سوفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية كان حاضرا بقوة في المقابلات السبع لأسود الأطلس السيد نايف أغرد محترف بنادي وستهام الإنجليزي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وسام العرش درجة ضابط المدافع نايف أغرد هو ورفاقه من أجل الوطن هانت الإصابات وحشدة الهمم فرفع العلم الوطن عاليا سيد حكيم زياش محترف بنادي تشيلسي الإنجليزي وسام العرش درجة ضابط حكيم زياش ذو القدم اليسرى الدهبية والروح القتالية العالية المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضاء محترف بنادي أونجيل فرنسي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وسام العرش درجة ضابط عزدين ناحي الضوء الصاطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جد السعودي عبد الرزاق حمد الله إسهام في الصنعي لحظات مونديال 2022 سيد أناس زروري محترف بنادي برليل انجليزي ويسام العرش درجة ضابط أناس زروري سواعد قوية واعدة من منتخب قوي متماسك حقق فوزا كان حلما صار حقيقة وشرع الباب نحو عطاءة قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في منضيال قطر سيد مونير الكجوي محترف بنادي الوحدة السعودي ويسام العرش درجة ضابط مونير الكجوي شباك مرمى ملعبي التمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة المغرب برد بلجيكا محترف بنادي كوينس بارك رانجرس الانجليزي ويسام العرش درجة ضابط إلياس الشاعر نصف نهائي كأس العالم كان حلما واللعب من أجل الوطن هو الفرصة لتقديم الأفضل محترف بنادي تولوز الفرنسي ويسام العرش درجة ضابط زكريا بخلال عزيمة وإرادة لمهاجم لا تفطر وإن وصلت إلى شباك الخصم وحققت الهدف فالعود والمسير من جديد نحو الشباك هو الأمل سليم أملاح محترف بنادي استاندار دولياج البلجيكي ويسام العرش درجة ضابط سليم أملاح شغف قوي بالقميص الوطني وإرادة تتحدى السعاب لتشريفه والشرف بارتدائه عب سمد زلزولي محترف بنادي وصاصونة الإسباني ويسام العرش درجة ضابط عب سمد زلزولي إذا كان للطموح مرادف فالزلزولي الشاب مرادفه ويكاد اسمه يوازي فعله في الملاعي سفيان بوفال محترف بنادي أنجيل فرنسي ويسام العرش درجة ضابط سفيان بوفال لن ينسى العالم رقصة بوفال رفقة والدته بعد الفوز على منتخب البرتغال وهي ليست رقصة فرح بفوز كروي فقط محترف بنادي الريال بياضوليد الإسباني بل هي عنوان قيم إنسانية نبيلة جواد اليميق ويسام العرش درجة ضابط المدافع الشرس جود وعطاء بلا حدود على أرضية الملعب أسد متشرب بروح الكتالية سيد يوسف انصيري محترف بنادي افسي سيفي الإسباني خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ويسام العرش درجة ضابط يوسف انصيري من ترب على أرض أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لن يرضى إلا بالنصر سيد أشرف داري محترف بنادي ستاد بغسط والفرنسي ويسام العرش درجة ضابط أشرف داري مسار مشرف وموهبة كروية لبت نداء الواجب الوطني سيد وليد شديرة محترف بنادي باري الإيطالي ويسام العرش درجة ضابط وليد شديرة مهاجم المنتخب الوطني فخر واعتزاز بالقميص الوطني وجهد تل وجهد فالمطلب عزيز وجسر العبور إليه مليء بالمطبات سيد أحمد ريدا التقنوتي محترف بنادي الويداد البضاوي خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ويسام العرش درجة ضابط أحمد ريدا التقنوتي حارس بمؤهلات عالية فالأرضية التي أنبتت هي أرضية أكاديمية محمد السادس لكرة القدم محترف بنادي جانك البلجيكي ويسام العرش درجة ضابط بلال خنوس صغير في عمره كبير في وطنيته عملاق في حلمه أخلاق الكبار وعزيمة الشباب بدر بانون محترف بنادي قطر رياضي ويسام العرش درجة ضابط بدر بانون احترافيته وأخلاقه العالية وقود وطنيته التي يضخها قلب الماضي بحرم الوطن محترف بنادي الويداد البيضاوي ويسام العرش من درجة ضابط يحيى عاطية الله الإدريسي لأن الهدف واحد وقبله الحلم واحد فإن الموعد أصبح واحد أيضا وعلى أرض واحدة تجسدت الإرادات أخيرا السيد يحيى جبران محترف بنادي الويداد البيضاوي ويسام العرش درجة ضابط يحيى جبران من كل المشارب الكروية تشربوا والتحمت الخبرة بالخبرة وزادت الإرادة الكتيبة قوة فالتألق أبدا لم يكن صدفة هو عمل شاق ومسارى قوي لكن بنفس الإصرار والتحدي تحقق ما كان يبدو مستحيلا استقبال ملكي سامي يخصص لأعضاء المنتخب الوطن لكرة القدم وجلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي وللعهد الأمير مولى الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد وصورة للتاريخ تاريخ مجيد حافل بالبطولات إنجاز تاريخي عظيم حققته النخبة الوطنية خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022 مصار متألق أبهر العالم وعرقام قياسية دخلت السجل الذهبي لكرة القدم المغربية ولن تكتمل صورة الفرح والاعتزاز هاته إلا بأمهات أنجبن رجالا أسودا حرص جلالة الملك حفظه الله على إشراكهن في هذه الملحمة الوطنية والصورة التذكارية عربون اعتراف لما بذلنه في تربيتهم على الأخلاق العالية والإنسانية قبل الأخلاق الرياضية الكروية أوسمة ملكية كريمة من يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على صدور أسود الأطلس أبطال المغرب كرة القدم الوطنية قالت كلمتها في مونديال قطر 2022 العالم بكامله رأى وعشق المواهب المغربية أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق لحظة للتاريخ يقدم خلالها أسود الأطلس إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تذكارا تعبيرا منهم عن المحبة اللامشروطة والوفاء الدائم للعرش العلوي المجيد والامتنان للرعاية والعناية الملكية السامية التي أحاط بها جلالة الملك حفظه الله أسود الأطلس طيلة منافسات كأس العالم بقطر 2022 هو امتنان وشكر للعناية الملكية الدائمة التي يشمل بها جلالة الملك حفظه الله الرياضة والرياضيين والتي أثمرت سياسة رشيدة رفعت من شأن الرياضة الوطنية عاليا وحققت بفضلها مكاسب وإنجازات للتاريخ تشكل مفخرة أجيال وأجيال هي عناية يوليها جلالة الملك حفظه الله لكافة المجالات والميادين حرصا من جلالته على ضمان التقدم والتطور الشامل والعيش الكريم لكافة المواطنين وضمان الصورة المشرفة اللائقة بمغربي التاريخ مغرب الأمجاد والإنجازات العظيمة كرة القدم الوطنية هي في فرحة كبرى وعرس كبير وتشريف ملكي تحظى به عناصر النخبة الوطنية أسود الأطلس التي حاربت من الدية أقوى وأعتى الفرق متصدرة القائمة العالمية لتصعد الدرجة بدورها نحو العالمية ولن يكون مونديال قطر إلا بداية لصعود يتلوه صعود فكتيبة وليد الرقراجي حسنة فكتيبة وليد الرقراجي في أفضل قطر موسيقى قطر وليد الرقراجي بأبطالها تعد بالعطاء الكثير وبالإنجازات الكثيرة الفتح المغربي هذا فتح أبوابا كبيرة